فبيلاتوس كان زعلان منهم جداً قال لهم أنا مش فاضلكم عندكم حراس وخدوهم خدوا الحراس وحطوا حجر عظيم وحطوا ختم الإمبراطورية الرومانية وختم الإمبراطورية الرومانية معناها إن الدولة كلها عند هذا الختم الحراس يا أحبة رأوا هذه القيامة الزلزالة حدثت يقول لكتاب خافوا ارتاعوا الحراس أن الحراس الذين خافوا وارتاعوا ذهبوا إلى رؤساء الكهنة وخدوهم على جنب قالوا لهم إيه اللي حصل قالوا ده احنا سمعنا زلزالة رهيبة كتب ترعبنا ده احنا كان موتنا في جلدنا قال خلاص ما تزعلوش انتوا تقولوا الكلام دو إن تلاميذوا أتوا ليلاً وصرقوا الجسد ونحن نيام انتوا تقولوا كده وإن سامع الملك نستعطفوا من أجلكم يا عزيزي هذه الحجة التي غير عاقلة لأناس عقلاء مثلكم إنه واحد بيقول أصلي أنا كنت حارس وإما كنت حارس وإن أنا نايم الناس معينة جم سرقوا هذه غير معقولة وغير منطقية عشان كده ربما هذا الحرس مع رؤساء الدين لم يستطيعوا أن يقاوموا قيامة المسيح لفقوا كدبة وما أكثر الكدابين أما لفقوا الكتبة الكتاب بيقول إيه بقى بيقول إنه الحارس دولة لما عملوا كده رؤساء الدين ادوهم فلوس قالهم إحنا وعدناكم فضة وخدوا الفضة وما تقولوش تقولوا كده إن المسيح قام ولا فيه زلزلة ولا فيه ملايكة ولا غيره أنتوا خلاص يقولوا من هذه اللحظة انتشرة في اليهودية أن المسيح سرق جسده كيف سرق كيف وأنت نائم كتب أحد المحللين القانونيين في أمريكا قال أن من ستاشر جريمة يعرض فيها الحراس إلى القتل عندما يناموا فيقينا أن الحراس كانوا صهرانين ونظروا هذه القيامة لكن في شكل معجز للغاية كيف يقولون أنهم ناموا وناس جايين يسرقوا هذه حجة ضعيفة للغاية ربما تصل إلى الكذب هذه شهادة شهادة من الحراس لأنه الكتاب يقول وصاردوا وحكوا كل ما كان سجل هذا الأمر في إنجيل معلمنا مت